حلقة النهاردة بدايتها بنطمينكوا على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وصل اليوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة وأيضاً لحضور افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد ثم العودة مجدداً إلى باريس لاستكمال برنامج العلاج يا بشوانس أولاً عمرة مقبولة دعواتك كابتن لنا وللنادي الأهلي ويا رب يكون افتتاح وبطولة موفقة لكرة اليد بعد التغييرات اللي حصلت ولو إنها مش حتلحق تبان تأثيرها النهاردة لكن بتقول لك إن احنا خدنا بالأسباب بشكل جيد المرة دي فعلاً يعني رجل مصنف ديفيز ده ديفيد ديفيز كان لعب هيل مصنف شفنا كلنا في طولة أوروبا بيمرن واحد من هام أندية أوروبا في كل الأحوال دي احنا خدنا بالأسباب الباقي بقى اللعيبة بقى الحقيقة يعني يعني اللعيبة محتاجة إنها تكون تعلمت حاجة اكتسبت الخبرات ماينفعش نخسر في السواني الأخيرة كل مرة إيه التسرع ده زي ما يكون عندهم حاجة بتدفعهم إلى الخطأ يعني دي حالة نفسية ويجب دراستها نفسياً قبل ما تكون فنية نسيب بقى الكرة اليد وبإذن الله الكابت الخطيب يحضر افتتاح ويرجع استكمل علاج وربنا شفيه بإذن الله ويتم يعني علاج يرجع لنا سالماً معافاً ترجمة نانسي قنقر